هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر غادر دولة قطر الشقيقة بحفظ الله ورعايته بعد زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من أخيه صاحب السمو الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حيث عقد سموه خلالها اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة والأليات زيادة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وكان في وداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر الثاني رئيسي مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر إلى أمير دولة قطر هذا نصها صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله ورعاه أمير دولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ونحن نختتم زيارتنا الرسمية إلى بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة أن نعرب لسموكم عن بلغ اعتزازنا وتقديرنا الكبيرين لسموكم وحكومتكم المواقرة على ما حظينا به من حسن استقبال وكرم الوفادة رسميا وشعبيا إن احتفاءكم ووفادتكم كانت مميزتين كتميز علاقة بلدين وتعكس المكانة الرفيعة لكلا مننا لدى الآخر على الصعيد الرسمي والشخصي وهذا ليس بغريب على قادة وشعب بلد شقيق عزيز لدينا كدولة قطر وكلنا ثقة بأن هذه الزيارة ستكون انطلاقة للتعاون بين بلدين والسمو به نحو آفاق أكثر رحابة من التنسيق والتشاور على المستويين الثنائي والخليجي والعربي متمنين لسموكم دوام الرخاء والإزدهار لمواصلة مسيرة البناء والتطور في بلدكم الشقيق ويطيب لنا في هذا المقام أن نسجل إعجابنا بالتطور السريع الذي تشهده دولة قطر تنمويا وعمرانيا بفضل قيادتكم الرشيدة متمنين لبلدكم الشقيق المزيد من التقدم والرفعة والتطور في ظل قيادتكم الحكيمة وتفضلوا سموكم بقبول فائق الشكر والتقدير ودمتم بحفظ الله سالمين خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر إلى صاحب السمو الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني هذا نصها صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا ونحن نغادر دولة قطر شقيقة أن نرفع لسموكم بالغ التقدير ووافر الشكر وأطيب التحايا على ما غمرتمونا به سموكم من استقبال وحفاوة متميزتين عكست المحبة والمودة والترابط بين بلدين وشعبين شقيقين الذي يستمد قوته واستمراريته من الأواصر المجتمعة التي تجمع البحرين وقطر على مختلف الأصعدة ونحيي فيكم يا صاحب السمو هذا التقدير والاحتفاء والكرم وهو ليس بغريب على سموكم وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن بالغ إعجابنا للطفرة التنموية الهائلة التي حققتها دولة قطر في عهد كوم الميمون واستمرت بوتيرة متسارعة ومندفعة في العهد الزاهر لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حفظكم الله ورعاكم ودمتم بعون الله سالمين خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر إلى سمو الممثل الشخصي لأمير دولة قطر هذا نصها سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني حفظه الله الممثل الشخصي لأمير دولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما وجدناه منكم من حفاوة استقبال واحتفاء جاء ليعكس الصورة الجميلة لطبيعة وخصوصية العلاقات البحرية القطرية وما تشهدهم من نمو وتطور في سائر المجالات إن هذه الزيارة جاءت لتضيف لبناء أخرى للبناء الراسخ للعلاقات التي تربط بين بلدين الشقيقين فضلا عن إسهاماتها في تطوير آفاق التعاون والتنسيق حيال مختلف القضايا كما ويسرنا أن نعرب لكم عن تقديرنا لإسهامكم البالغ في الدفع بعلاقات بلدين نحو مستويات أكثر تقدما وازدهارا وتقبلوا فائق التحية والإحترام خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بقية شكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر هذا نصها صاحب السمو الأخ معالي شيخ عبدالله بن ناصر الثاني حفظه الله رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نعرب لمعاليكم عن بالغ شكرنا وتقديرنا على ما وجدناه منكم من كرم ضيافة وحسن وفادة وحرارة استقبال وحفاوة عكست حميمية العلاقات التي تربط بين بلدين ورسوخها ونحن إذ يسرنا أن نعرب لكم عن الاعتزاز بما وجدناه منكم من رغبة أكيدة لترقية مجالات التعاون الثنائي بين بلدين بما يحقق المصالح المشتركة لنؤكد لكم الحرص على الاستمرار في تنسيق الذي يدفع عرى التعاون الثنائي بين بلدين ويرتقي بها وتقبلوا فائق التحية والاحترام خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين هذا وقد عاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته بعد الزيارة الرسمية التي قام بها سموه إلى دولة قطر الشقيقة رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال ترجمة نانسي قنقر